بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير العدلة المستشار محفوظ صابر أعقبها عند انتقاد واسع من الرأي العام أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قبول استقالة وزير العدلة محلب قال في بيان حكومية إن الوزير المستقيل أبدأ احترامه لجميع شرائح المجتمع وأن التصريحات التي تسببت في الأزمة لا تعد كونها زلت لسانا تصريح لم يتعد عشر ثوان المفروض يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعمل النظافة ولمن هو أقل منه أو أكثر منه كلف وزير العدل محفوظ صابر استقالته من منصبه استقال صابر بعد 24 ساعة فقط من تصريحات ربما لم يلقي لها بالا إلا أنها فجرت بركان غضب خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بركانا يطالب بالعدالة الاجتماعية أقيل وزير العدل هاشتاج على تويتر طالب صراحة باستقالة الوزير بعد اتهامه بإثارة العنصرية في تصرحاته بعض الأحزاب والحركات السياسية طالبت هي الأخرى بإقالة الوزير حركة تمر الطالبت بتعديل أي قانون يترتب عليه أي تمييز بين المواطنين موجة الغضب دفعت البعض لتقديم بلغات للنائب العام ضد الوزير السابق بارتكاب جرائم التمييز والعنصرية بتصريحات من شأنها تكدير السلم العام فالوزير الذي أقسم على احترام الدستور خالف الدستور صراحة رجل العدل لم يعدل بين المواطنين كمنص الدستور على أن الجميع متساوون أمام القانون وفي الحقوق والحريات والواجبات العامة من دون تمييز خالف أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص صريح يقول إن من حقي كل شخص تقلد الوظائف العامة في بلده إلا أن صابر واجه كل ذلك وبرر أن تصريحاته فهمت خطأا مؤكدا أنها زلت لسان تبريرات لم تشفع للوزير أمام عمال النظافة ولم تشفع له أيضا أمام محلب الذي وافق فورا على الاستقالة مؤكدا أن عامل النظافة مثل أي وزير أو رئيس ولا يجوز لوزير من حكومته أن يتكبر على الشعب هذه التصريحات جميعها مجرد تصريحات ولا يزال الواقع يحتاج إجراءات تضمن تفعيل بنود الدستور المجرمة للتمييز بمختلف أشكاله ومستوياته وإصدار قانون لمكافحته وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة شيرين مكدي النهار اليوم